فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال الخروج من كاس العالم مؤلم كنا قادرون على الوصول النهائي في الشوط الاول الامور كانت صعبة واستغرقنا وقتا على فكرة انهذا الشوط الاول المنتخب المغربي كان جامد جدا المنتخب المغربي سيطر تماما وكان رائع المنتخب المغربي النهاردة في الشوط الاول بالذات يعني لغاية ما احرز الهدف يوسف جنصيري وبدأ يبقى فيه حرص طبعا دفاعي شوية للمنتخب المغربي عشان يحافظ على هدف في الشوط التاني قال كمان فرناندو سانتوس اراد اللاعبون الاحراز هدف ولكنهم لم يستطيعوا كان لديهم كثير من الارادة كانوا وثقين جدا ولكن الحقيقة هي اننا لم نتمكن من تسجيل على الرغم من عدم التسجيل كان لنا الكثير من الفرص الحقيقية اللاعبون لعبوا بجد وهذا لا يقلل من قيمة الخروج ضد المغرب وقال كمان فرناندو سانتوس هذا الجيل سيستمر في الحصول على الفرص لتقديم اشياء جيدة وليس لدي شك في ذلك اظهرنا هذا حقا ولكننا الان نشعر بخيبة امل امل